Hi dear junior 5 students, I'm Mrs. Mernan, this is my channel, science in a nutshell. النهاردة هناخد مع بعض أول lesson في concept 2.1 يعني أول concept في unit 2, تمام كده؟ أول حاجة عايز يقولها لي أن everything around us is made up of a matter made up of a matter يعني معمول من matter يعني شوف كده انت قاعد فين؟ قاعد على كرسي، الكرسي ده matter قاعد مثلاً بتدوس على الأرض، الأرض دي matter مثلاً بتسند على مخدة أو مسند، ده matter خلاص كده بتشرب مية، this is matter المية موجودة في كبية، this is also matter So everything around you, probably it's made of matter made of، طالما made of يبقى matter على طول خلاص كده؟ طيب أنا دلوقتي علشان أعرف إيه هي المatter شوفت الكرسي ده فقلت عليه ماتر إيه بيخلاني أقول عليه ماتر؟ حاجتين أول حاجة إن هو عنده mass وعنده volume كلمة volume معناها it takes up space بياخد حيز من المكان وكلمة mass معناها إن ليه وزن يعني ليه تقل، سئيل أو خفيف تمام كده؟ يبقى matter is anything that has mass and takes up space أو anything that has mass and volume تمام كده؟ طيب، المatter تقدر تكون تلات حاجة تقدر تكون solid, liquid and gas طيب solid زي إيه؟ زي ice والwood والiron والstone and so on وكمان is sand sand is a solid material خلاص كده، الساند الرملة دي solid صحيح هي الparticles بتاعتها صغيرة قوي فممكن نتلغبط ما بينها وما بين الليكود لكن هي solid خلاص كده؟ طيب، والليكود الليكود زي الwater وزي الويل وزي الملك والجازولين، الجازولين اللي بنحطه في العربية خد بالك هو أول تلات حروف فيه جاز، فأنت بتفتكره جاز بس هو إيه؟ هو liquid خلاص كده؟ طيب، وآخر حاجة الجاز، الجاز زي إيه؟ زي water vapor والoxygen والcarbon dioxide والair and so on water vapor ده اللي هو بخار المية اللي هو l-steam تمام كده؟ أقدر أوصف المatter طبعاً ممكن توصفها بشكلها أو بحجمها أو باللون بتاعها أو بالtexture، خشنة، نعمة، قوية hardness، يعني الصلابة بتاعتها قد إيه؟ temperature، درجة حرارتها and so on، خلاص كده؟ طيب بالك إن المatter is made of tiny things that we cannot see with our eyes المatter ربنا خلقها من حاجات صغيرة جداً أنت ما تقدرش تشوفها وهنسميها tiny particles يبقى the matter is composed of tiny particles يبقى عشان أعمل الكرسي الكبير ده لازم أبدأ بإيه الأول؟ أبدأ بالtiny particles خلاص كده والtiny particles دي أنت مش هتقدر تشوفها بعينك can not be seen with your naked eyes ندخل بقى على حاجة مهمة قوي وهي the states of water إيه هي the states of water؟ فيه التلاتة states of water solid state, liquid state وgas state يعني the water can be found in the three states of matter لو هي solid هتبقى ice ولو هي liquid هتبقى aim the water flowing out of the tab التاب water اللي هي مية الحنفية العادية وثالث نوع اللي هو الغاز state اللي هو steam أو water vapor وده بيحصل إنت بيحصل لم المية بتبدأ تغلي خلاص كده في ال boiling of water يبقى الwater can be found in how many states that's right the three states of matter وتاني حاجة it can be changed from one form to another أو from one state to another يعني إيه؟ يعني أقدر الآيس أحاوله يبقى water عادية أسيحه وأقدر الwater أرجعها آيس تاني وأقدر الwater اللي هي المية بتاعت الحنفية دي لو غلتها كتير حتتحول تبقى ايه؟ بخار المية اللي هو steam أو اللي هو water vapor تمام كده؟ وده كان أول lesson إيه رأيكم؟ أول lesson سهلة جدا جدا بالنسبة للمية قبل ستالي